بسعال خير والسعادة على كل اللي بيتابعونا وبيشوفوا برنامجنا يحكى أنا على شاشة القناة الأولى النهاردة عايزاكم تركزوا معايا قوي 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 هنتكلم النهاردة معاكم عن موضوع وهو أهم المواضيع موضوع ليه تأثير في كل جوانب حياتنا النهاردة هنتكلم عن الأخلاق نقول كمان النهاردة هنتكلم عن الأخلاق بتقولي إيه؟ آه هنتكلم عن الأخلاق خلونا ندردش كده مع بعض شوية كتير جدا من الناس وكتير جدا مننا احنا واحنا قاعدين كده مع بعض بنسأل هي أخلاقنا الحلوة راحت فين؟ أخلاقنا الحلوة راحت فين في حياتنا؟ زي يعني فين مثلا احنا نحترم بعض؟ نسمع بعض؟ كنا زمان بنشوف على كراسة المدرسة إن الكبير بيعطف على الصغير والصغير لازم يحترم الكبير كانت البنت زمان تمشي في الشارع مش خايفة ولا قلقانة من حاجة ليه؟ لأنها ماشية في الشارع فيه ولاد الحارة أو ولاد الشارع أو جيرانها وقفين ما حدش يقدر يضيقها كانت الأسرة الحلوة الجميلة المصرية ليها معاة كده جميل على الغداء بتجمعوا فيه مع بعض يوم الجمعة بعد الصلاة كان الأب ينزل يصلي صلاة الجمعة ويرجع كده الفل والطعمية والبصل والقهدى الحلوة كل البيت قاعد بياكل كان كل واحد قلبه على التاني واللي معاه يساعد اللي معهوش كان فيه أخلاق كده معروفة بيها المصريين يعني قولك المصري الجدع المصري الشهم لا دي ستة مصرية بمئة راجل كنا معروفين بالكرم والشهامة وحمية اللي هي أنا بقول عليها النخوة نخوة ولاد البلد وأقول إيه أقول كمان الجيرة الحلوة الجيرة الحلوة والبيباني المفتوحة على بعض وابن الجيران اللي كان بيخاف على بنت حتته وحاجات زي كده كتير قوي وقد إيه الأخلاق الجميلة دي كانت محلية حياتنا وأيامنا على فكرة الأخلاق مش اختيار لازم كل واحد مننا يكون عنده أخلاق في تعاملاته نربي ولادنا على الأخلاق دي زي ما احنا تربينا من أهلينا وده كمان يعني أقول إيه يعني حتى عندنا دين اسمه دين المعاملة يعني وصتنا بيه كل الأديان السماوية عشان كده النهاردة هنناقش النهاردة في حلقتنا إزاي نرجع الأخلاق الجميلة دي من تاني في حياتنا طب وإيه الأسباب اللي خلتنا كده اللي خلت الأخلاق دي تتراجع كده اللي خلتنا وإحنا في أي قعدة أي قعدة أقول لكم على حاجة لو لقينا حد محترم في القعدة يعني مثلا إحنا قعدنا مثلا خمسة ستة قعدين فيه واحد فيهم محترم يعني ممكن أنا ستة قعدة لقيه باصص في الأرض أنا ستة بعرف إنه محترم من أخلاقه من طريقة كلامه من قعدته فممكن بعد كده مثلا باتكلم آه مثلا حاضر هشوف لحضرتك فبعد ما يمشي يقول إيه إيه جماعة أنتوا خدتوا بالكم ده محترم قوي بقى الحاجة الحلوة هي اللي ملفتة للنظر مع أن زمان الحلوة ده كان اللي هو العادي اللي هو العادي أن يبقى محترمين والعادي أن يبقى البنت عندها حياء وكانت أي حد يقول لها كلمة إيه ده الأمر ده أنت حلوتي تلاقيها كسفت وشها أحمر وبصت في الأرض فعوامل كتير قوي سوشيال ميديا بقى هل الناس بقت تجري وراء الفلوس أكتر الناس بقت متطلعة أكتر سيطرة الفكر المادي في حياتنا بقى لها دور غريب بقى لها دور مفزع بيخوف يعني مخيف بجد يعني كله كله بيجري وراء المصلحة وراء المصلحة وراء الفلوس يعني ساعات بندوس على أخلاقنا في سبيل أن أنا أوصل للشغلانة دي في سبيل أن أنا أخد أكتر كم فلوس ممكن أقدر أطلعها يعني أنا عايز أحط إيدي النهاردة إحنا ليه بنتراجع بأخلاقنا هنعرف ده النهاردة وهنقش مع ضفنا اللي هيكون معنا النهاردة في الستوديو هيكون معنا الكاتب الصحفي أحمد عباس لكن قابل قبل ما نتقابل مع الأستاذ أحمد معنا تقرير صورته الكاميرا يحكى أن مع الكاتبة الصحفية دينا توفيق هنفهم منها أكتر شوية إزاي نرجع الأخلاق الجميلة دي تاني في حياتنا وإيه اللي حصل في مجتمعنا اللي خلينا واللي خلى الأخلاق دي تتراجع طب وإيه المطلوب من الصحافة والسوشيال ميديا عشان أخلاقنا دي ترجع تاني على الوش على الوش ما تنزلش لتحت المية ترجمة نانسي قنقر